اهلا فيكم برجة دلو في قناتي. راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر. طبعا القراءة متل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتعامل مع برجة دلو. ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها. طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك. فالاوراق مبين من بعدها تحكي لبرجة دلو. لانو عم تطير. طبعا متل دائما القراءة عامة. يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن في اه اشي ممكن تستفيد منه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن يفيدك او يختمك في موظفك. فاخد من الفيديو او من القراءة اه الاشي اللي بتحسه بيفيدك وباختباك وترك البائن. لانو الطاقات بتختلف يعني مش راح تنطبق على الجميع. راح نبلش اول بطاقتك انت. وبعدين راح ننتقل الى طاقة الشريك. وخطواتكم في المستقبل. المصير العلاقة بينكم ايضا في المستقبل. وازا في اي اشي بدنا نوضحه راح نسحب كروت للتوضيح. طيب من نبلش اول بطاقتك انت او بكروت النصيحة لقلك انت يا برج الدلو. ويحكي لك التواصل اللي بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه بيتطلب الوقت او بيحتاج وقت. فبدك تسمح انه يكون في مجال بينكم تتعرفوا على بعض. تحكوا مع بعض اكثر. تفهموا مع بعض اكثر. ما تكون كتير صارم وقاسي مع هالشخص او كتير جعف وبارد مع هالشخص. لانه مبين انه انت حتى اذا حسيت باي مشاعر تجاه هالشخص عم تكتم عم تخبيها. فيه عندك اه فرصة جديدة مع هالشخص او رح يكون فيه فرصة جديدة مع هالشخص. لحتى تناقشوا امور او ما ناقشتوها من يعني من قبل. تتعرفوا على بعض اكثر. فيه معلومات جديدة رح تظهر لالك يا برج الدلو. او رح تكتشف اشي جديدة. رح تطلب منك انه اه تنظر الى تفاصيلها اكتر. بدك تحاول تدقيق على التفاصيل. سواء كان بمجال العمل او سواء كان بمجال العاطفة. بدك تنتبه وتركز على التفاصيل اكتر. ايضا. الاشياء اهتماماتك والهوبي السبعتك. اه مش غلط انك تشاركها مع الاخرين لانه ممكن يكون فيه نظرة من عندهم او ممكن فيه تكون اضافة اه من عندهم ممكن تساعدك في انك تحقق اه طموحاتك. او الاشياء اللي بتتمنىها سواء كان بالمجال العاطفي او بالعمل. عم شوفك ايضا اه عم تتبع حاليا او شغف او فكرة معينة. انت اه بدك ياها بتحس انه بتختمك بطريقك بحياتك اشي كتير اه تنربط معه. بتحس انك كتير منجذب لالو. يعني اغلب لو راقي اللي هون تطلعت انتي اغلبها مادية فمبين انك مركز اكتر على العمل حاليا. وممكن تكون خليت الوضع بينك او التواصل بينك وبين هالشخص انهولد او في وقت مستقطع. ما عم شوف فيه كتير تواصل مع هالشخص. هايلي كان من نسمة لكروت النصيحة. بدنا نشوف طاقتك انت حاليا يا برج الدلو. مبين انه انت في عندك حكي بدك تحكيه لشخص او كتير عم تفكر. انت بطاقتك حاليا لانه الوراقة اللي طلعت عندك جميعها هوائية. فانت حاليا بطاقتك عم تبحث الى البداية الجديدة. عم ممكن عم تكون عم تبحث الى فرصة اخرى. بدك تحكي مع مع شخص. وبدك تحكي مع شخص. العلاقة بينكم سببت لك جرح. ممكن تكون مجروح بسبب بعدك ايضا عن هالشخص. وفي اشي بدك تحكيه الو. لانه ممكن يكون ايضا التواصل بينكم لانه متوقف اه هو اللي عم يسبب لك علم هون او هو اللي عم اه انت زعلان ومتحير من امره. لانه افكارك واضحة جدا. اللي بتريده مبين انه كتير واضح اللي بتريده. ولكن التواصل بينك وبين هالشخص صعب. وهذا عم يسبب لك حاليا جرح او زعلان من هالاشي. زعلان من انه التواصل مش مش متل ما كان في الماضي بينك وبين هالشخص. انقطع او خف كتير عن الماضي. من نسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك. عم شوف انه الحبيب اه فيه بمشاعره الداخلية. يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية. لانه عنده مشاعر كتير فياضة. ولكن بغير توجيه او بدون توجيه. او ما الها دايركشن او خط معين. يعني هالشخص ممكن يكون ايضا اللي عم تتعامل معه برج مائي. من البعض منكم الابرج اللي ممكن تتعاملوا معه برج مائي. فهالشخص كتير حساس. انت بتحس انه كتير حساس. وكتير فيه عنده مشاعر. وبتحسه شخص كتير عميق. وهو بالفعل عنده مشاعر عم شوف هون يعني شخص عاطفيا ايضا ان هالشخص ناضج. وما بيحب الكذب. ما يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول. ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها لانه ما فيه دايركشن. ممكن ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون فيه عنده عدة اختيارات. قدة اشخاص بحياته. قدة عروض حب عم تقدم لها الشخص. وهو مش عارف. اي واحدة يختار منهم. او عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع. امشوف. لانه فيه عنده كتير اختيارات كتير مشوش عاطفيا. وهالاشي عم يسبب له تضارب نفسي. فيه جوا نفسه انت طاقتك هون مبينة انه كتير واضحة. ولكن هو كتير ملخبطة. كتير طاقته ملخبطة. ايضا ممكن اذا ممكن ايضا الشخص بيحس انه هو اذا كان اذا كنت انت محوط بعدة اشخاص ممكن يحس ايضا انه فيه منافسة. او بيحس انه ما بده يقوم بها المنافسة. مع الاشخاص اللي حواليك. يعني اذا في عندك انت برج الدلو اذا في عندك اكس او اذا في عندك اصدقاء عدة بحياتك حاليا انت محوط فيهم. هالشخص بيحس انه عندك عدة اختيارات وهو خايف انه يظهر او يبين مشاعره لانه اولا بيحس انه ما بده يتنافس من اجل حبك لانه عرضه صادق. فهو بيخاف انه يستثمر بالعلاقة. وبالاخير انت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص اخر او تختار اشي اشي اخر. لكن عم شوف انت عم تطلع عليه عم تراقبه من بعيد. عم تدرسه من بعيد. عم شوف طاقتك انت اهدى من طاقته. او متوازنة اكتر من طاقته. ولكن بعمق المشاعر. هالشخص مشاعره ممكن اعمق تجاهك من ما انت مشاعرك اعمق تجاهه بصراحة. لانه انت عندك سيوف طلعت اه اوراق عقلية ولكن هو اوراقه عاطفية. فحتى اذا في بينكم تضارب او مش عم تتفاهمه مع بعض. مش عم تحكمه مع بعض. الى انه اهالشخص كتير عاطفي. وكتير بيفكر بعاطفته ومشاعره. بالنسبة لخطواتك فيه المستقبل برج الجديه. عم شوفك عم تبعد عن اشي معين. ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة. ممكن عم تبعد عن شخص قديم. او ممكن عم تبعد عن هالعلاقة. لانه او راح تبعد عن هالعلاقة. لانه طاقة مستقبلية. لانه بتحس انه وصلت الى او الى طريق مزدود. مزدود. صعب عليك انه انت عم تشوف انه ما في حل. عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم انت والحبيب. ولكن مش عم توجد لها حل فافضل طريق انت بتشوفه او افضل حل انت بتشوفه انك تسحب حالك بالموضوع. او تختار الصمت او تبعد او تنسح بشوي من العلاقة. الى انك عم تحاول روحانيا. عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا. عم او عم تحاول ممكن تجذب شخص اخر. بيختلف من شخص الى اخر. لانه في عندك دمجشن. فانت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك. ايضا عم شوفك اه هم شوفك باني صور حول حالك. الى انك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا او في المستقبل. راح تكون منغلق على حالك. لانه عم شوفك تضررت بالفعل. ممكن انت تكون متضرر منش من هالشخص. ممكن يكون هالشخص جديد. شخص جديد في حياتك. وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك او علاقة قديمة فشلت ومشان هيك انت كتير محافظ كتير متحفظ كتير مباني حواجز حول حول مشاعرك. فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك. اوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس او فيها مشاعر او فيها عاطفية. واغلب اوراقه شخص عاطفية. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل. الشخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغيرة كتير. يعني ممكن بيركز على حكيك. اي اشي انت ممكن تحكيه كجول او ممكن تحكيه بعفوية. هالشخص بيركز عليه كتير. ولكن في عنده تفاني بالعمل. بمعنى انه في عنده تفاني بالعلاقة. ومستعد انه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد انه يبذل مجهود بشأنها العلاقة. شخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق. هالشخص ما بيحب الكذب. هالشخص كتير متور. ممكن ايضا يكون في عندكم اختلاف بالسن. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون اكبر منك. او فكرة عن الحب بينكم او اللي بده من العلاقة بينكم. بده اشي كبير. بده بده اكتمال. بده علاقة كاملة متكاملة. بده اسره. بده علاقة جدية. بده خطوبة. بده زواج. فهمت علي؟ بيختلف من شخص الى اخر. ولكن هو عم شوف انه في عنده تفاني كتير. لانه هالحلم اللي هو بده اياه. سواء كان معك انت او مع شخص اخر. هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا. او بالمستقبل عم يبحث الى تكوين اسره. بده يكون اسره. مشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا. لانه ممكن ما بيحب انه في حواليك اشخاص. وايضا ما بيحب انه فيه المفروض يكون منافسة. بده نفس التفاني منك. بده نفس الاهتمام منك. لانه مبين انه انت عم تمشي مع الموجة. عم تمشي مع الجو. ما عم تجبر اشي. ولكن هو بده اشي ملموس. بده اشي فعلي هالشخص. بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل رح يكون شوي مشوش. انتو الاثنين شوي مشوشين. افكار داخلية. مخاوف داخلية. انت بيجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة. وهو في عنده مخاوف من اشخاص بحياتك او عروض حب بحياتك. الوضع مش واضح كتير بينكم. فبنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بها الطاقة? هل رح يصير فيه او هل رح يصير فيه وضوح بينكم? تواصل بينكم? لانه الاثنين متحفظين امشوفكم على مشاعركم. ففيه تغيرات مفاجئة رح تصير. فيه تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير. اذا انت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتبه لانه ممكن الوضع يتغير او ممكن يصير فيه حساسية بينكم. لانه هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجئة صعب انك تتحكم فيها. واذا انتو مش عم تحكي مع الحبيب اه فيه عندك او عم تحس رح يوصل رح توصل العلاقة في المستقبل الى حمل عليكم. اه رح تحسو انه تقيل. لانه يعني هال هالعسيان العلاقة بالمستقبل او ممكن البعض منكم حاليا ايضا عم تحسو انها كتير معقدة بينكم. ممكن ايضا انت بتحس انه هالشخص كتير معقد. فالعلاقة بينكم ممكن ممكن انت عم تحس ايضا انه هي عم توجد لك شوي من الحمل. لانه متطلبات هالشخص كتيرة او تستبعوا عالية او المستوى اللي عم يطمحنا له كتير عالي. فبالمستقبل عم شوف انه رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم. اه ممكن روحانيا ممكن عقليا ازا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب ازا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقليا ببعض الصعاب اللي هي رح توصل يعني الى مرحلة رح تكون كتير شديدة او كتير معقدة او رح تحس انه الحملة كتير زاد ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم الى اه الى استنتاج او الى وضوح او الى فكرة معينة استنتاج معين خط واضح تمشوا عليه يعني مبين انه العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما يعني من الله ارادة بتحتاج انه تمر بهالمرحلة لانه ما رح توصل الى ازا انت ملخبط عاطفيا او هو ملخبط عاطفيا ما رح يوصل الى النتيجة النهائية او القرار النهائي او الانلايتمنت او التنوير بهو شو بيريد الا بس يمر بهالضغط الشديد تفهمت علي فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير فيه تغيرات باوقات مفاجعة لانه ويل اوف فورتين دائما تحكي عن التغيرات فما رح تستمر هالطاقة لي فترة طويلة رح يصير فيه تغيرات ورح يصير فيه وضوح بينكم اه بدي وضح اشي اشي اخر اللي هو وضحنا انه رح يصير فيه بينكم ووضوح ولكن ما وضحنا انه هل رح يكون فيه اه خطوة هل رح يكون فيه تواصل فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر انه يتواصل معك او يقدم لك رسالة او عرض حب بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة يعني مش فقط خطواته هو بنفسه شو هو هو مصير العلاقة بينكم اوكي اوراق كتير 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 جميلة ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون اه برج مائي بالاخص برج السرطان لانه هالكرتب يتبع برج السرطان فممكن البرج اللي عم تتعامل معه اه برج مائي اه جوجمنت فيه بينكم بعد بالمسافات ولكن عم شوف انه فيه تقدم ورقة بتحكي عن التقدم المستمر الدائم فهالشخص فيه رحلة عن البحث عن الريضة العاطفي هالشخص هو مختار قرار انه هو اه بده الريضة العاطفي بده عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص وانت اه ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك ولكن هو فيه تقدم مستمر اذا انت ممكن توفر له اللي هو بيريده لانه هو هون اغلب كروتو بده اه رضع عاطفي بده اسره بده اشي جدي عم شوف هالشخص عم يحاول يكون اسره حاليا فاذا انت بتشوف انه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار لانه هو الاشي الوحيد اللي خلا يبعد عنك انه عم يحس انك مش جدي عم يحس انك غير جدي عم يحس انك انت محوط باشخاص واطراف اخرى فهمت عليه؟ فهو عم يبحث على هالسعادة عم يبحث على تكوين اسره فما بده الوضع يكون كتير جدي ممكن يصير في بينكم اه اه لقاء او يصير في بينكم حديث غير متوقع لانه متل ما حكينا تغيرات في الاحداث غير متوقعة رح تصير فممكن الوضع بينكم اه رح يتغير بمعنى انه رح تصير تغيرات انت حتى وهو مش رح تتوقعوها و رح توصلوا الى استنتاج او الى اه فكرة انك رح تفهم الفعل هالشخص شو اه بيتطلب منك او شو بيريد منك لانه مبين انه انت ماخد الوضع باراحية اكتر يعني يعني براحة اكتر انه انت ماشي على اه هو الجو ولكن هالشخص عم شوفي عنده شوي ايضا ايضا او بيحب شوي السيطرة بيحب يسيطر على اه تطور هالعلاقة لانه عنده كينج اوب سورتس فبيحب يكون متحكم اكتر فمشان هيك بده اهتمام منك اكتر بده تعطي على قد ما هو بيطي بالعلاقة اوكي حباي ببرج الدلو بتمنى القراءة تكون في عدتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب متشان الله راح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم